اه خير شباب وصبايا اليوم راح نكمل اه معدلة خط انحضار كيف نجدها المثال الثاني معطينا بيانات اكس و واي بقول لي اوجد معدلة خط انحضار اكس و واي على اكس وقدر قيمة واي عند اكس تساوي سبعة والخطأ في التنبؤ طبعا من اكس و واي احنا بنوجد اكس في واي بنوجد اكس تربيع مشان اقدر اوجد قيمة اه اه البي هلا عندي هنا البي بتساويه مجموع اكس و واي ناقص اه ان في اه اكس بار في واي بار على مجموع اكس تربيع ناقص اه تمانية في مربع الاكس بار اكس بار واي بار طلعتهم من العمودين الطبعا نرجع شوي من العمودين الاول والتاني و اي اللي هي عبارة عن واي بار ناقص اي اكس بار اه واي بار ناقص بي اكس بار عفون طلعنا البي من السابق والإكس بار طلعناها من الخطوة هذا بطلع عندي إذا المعادلة تخط الإنحدار هياتها وهي المتنبأ بها وي تساوي 17.650-1.33X وإذا كانت قيمة X تساوي 27 وي المتنبأ بها بنعودها في المعادلة السابقة بطلع عندي 8.334 الخطأ في التنبؤ بروح على الجدول بجيب قيمة Y عند X تساوي 5 اللي هي تطلع عند X تساوي 5 طلعه نرجع معنا للجدول عند X تساوي 5 كان Y الحقيقية 13 Y الحقيقية 13 هو معطيني المتنبأ بها 11 إذن الخطأ في التنبؤ والـ 13 الحقيقية والـ 11 المتنبأ بها طلع عند الخطأ في التنبؤ يساوي 2 برضو مثال آخر على الخطأ في التنبؤ هنا الخط خاص معطيني معادلة خط الانحضار يبار تساوي 1.5 زائد 2.2 أوجد الخطأ بالتنبؤ عند X تساوي 5 وإذا كانت القيم الحقيقية لـ Y هي 12 بعود عند X تساوي 5 في المعادلة بتكون القيم المتنبأ بها بطرح القيم الحقيقية ناقص المتنبأ بها القيم الحقيقية معطيني تساوي 12 القيم المتنبأ بها عند تعويض في المعادلة بتساوي 12.5 إذن الخطأ بالتنبؤ 12 ناقص 12.5 تساوي ناقص 0.5 هلأ بدأ نربط بين العلاقة بين معادلات خط الانحدار اللي هي Y على X وX على Y وحكيناها في البداية عندي نوعين معادلة خط الانحدار Y على X وX على Y ولكن احنا فقط مطلوب مننا نطلع اللي هي Y على X X على Y رح تاخدها جاهزة مشان نطلع فينها بعض المعلومات Y على X تساوي Y تساوي A زائد B X بار X على Y X هنا بدلالة X انتبه C تساوي DY وA B وCD عداد حقيقية فإنه بالاعتماد على وجود المعادلتين نطلع على الأشياء اللي ممكن نوجدها أول إشي معامل X ومعامل Y في المعادلتين حاصل ضربهم بساوي R تربيع لو أخدت جذر هذا حاصل الضرب B في D بسا بسير اسمه معامل ارتباط R إذن أول الاستفادة إني باخد معامل X معامل Y بضربهم بعض باخد جذرهم بطلع معي معامل الارتباط هلأ شو بتكون إشارة معامل الارتباط موجبه ولا سالبة بتكون إشارته بالاعتماد على إشارة برضو B و D ويجب أن تكون إشارتهم متشابهة إذا كانوا تنتين سالبات باخد معامل الارتباط سالب إذا كانوا تنتين موجبات فباخد معامل الارتباط أيش موجب إذن لذب أن يكون معامل X ومعامل Y D وB لهما نفس الإشارة لهما نفس الإشارة مشان أقدر أحدد إشارة معامل الارتباط حضار Y على X مع X على Y بعطيني الوسط الحسابي لكل من X و Y إذن هنا تقاطعهم لتنين نقطة تقاطعهم لتنين هي الوسط الحسابي ل X والوسط الحسابي ل Y مثال إذا قال لك عنا أعطاني B و D أوجد معامل الارتباط بضربهم بأخذ الجزر تربيعي لهم إشارتهم التنتين موجبات إذن تكون إشارة معامل الارتباط أيش موجبة رحنا أخذ مثال آخر إذا كان الوسط الحسابي ل X 20 ل Y 15 الانحراف المعياري ل X 4 والانحراف المعياري ل Y 3 قيمة معامل الارتباط تساوي فاصل 7 من 10 أوجد معادلة خط النحضار وأجبت قيمة Y المتنبأ بها عند X تساوي 24 هلأ ليش عطاني R وليش عطاني Sigma X و Sigma Y مشان أوجد المعادلة الخطار شو هي بتقول لي Y تساوي A زائد B X كيف بدأ وجد بي يا إما بالجدول يا إما بهذا القانون قلت لكم هذا القانون ما بنستخدمه إلا إذا عطاني هم جاهزين هاي عطاني هم جاهزين شو بتساوي Sigma Y على Sigma X في R Sigma Y اللي هي Sigma Y اللي هي 3 Sigma X 4 في R اللي هي 7 من 10 بطلع عندي B فاصلة 525 نيجي نطلع اللي هي A Y بار ناقص B X بار Y بار معطيني اها برضو بالسؤال 15 B طلعتها من الخطوة السابقة والX بار كده إذا هي بتطلع 4 نص إذا المعادلة 4 نص ناقص زائد 525 X عند X تساوي 24 بعود قيمة X تساوي 24 في المعادلة لنفسها بطلع 17.1 مثال آخر إذا كانت معادلة الخط الانحضار متغيرين X و Y هي Y تساوي 2X زائد 14 والمتوسط الحساب لقيم X سياسات فما قيمة المتوسط الحساب لقيم Y إذن هون شو بعمل عندي المعادلة معطيني الوسط الحساب لX معطيني الB A اللي هي 14 Y بار بدأ طلعها B معطيني من المعادلة بتساوي 2 X بار معطيني إياها بالسؤال اللي هي 8 فقط عملية تعويض بطلع Y بار بتساوي 30 طبعا هناك أسئلة على مراجعة الارتباط والانحدار موجودة على البلاك بورد بعد ما تدرسوا الفصل دراسة جيدة يمكن حالهم ورح أختار بعض الأسئلة وأحلها أنا وياكم وأرسل لكم الحل بفيديو صوتي إن شاء الله الأسبوع القادم رح نختار بعض الحلول أرجاء دراسة هذا الفصل الدراسي وجيدة مشان نقدر نحل بعض الأسئلة أخطر لكم بعض الأسئلة من أسئلة الارتباط والانحدار يعطيكم العافية وشكرا لإشترا